على جانب آخر هناك حكم جاب لك فلوس بقى مش شال عنه غرام اللي هو بتاع الخلاف مع شركة صلة اللي تسوى بعد ما كان واخد اتجاه التحكيم تسوى بشكل بالزبط الدهاء لطلباته وخلصت انتهت بيه أزمة الآلي مع شركة صلة شركة صلة للحقوق الإعلانية أو التسويقية الشركة السعودية لما خرجت من حق رعاية النادي الآلي لجأت للمحكمة النادي الآلي لجأت ضدها النادي أخد حق ينهي بيه أزمته مع شركة صلة ويحصل الآلي على مية وخمسين مليون جنيه انتو بتتكلموا في مية خمسة وتلاتين مليون جنيه أسقطها كان هيدفعها النادي لشركة ميسك لا انت بتاخد كمان من شركة صلة مية وخمسين مليون جنيه وده وفقا للحكم اللي صادر والمصار اللي خدته القضية انه ابتدت تاخد شكل انهاء الخلاف بشكل ودي وكل واحد ياخد حقوقه هنا بنحيي بقى بنحيي ان احنا عندما تتعسن العلاقات تقودك الى تحقيق مكاسب وحقوق وتجنبك الخلافات هو ده ودي قيمة من قيم الرياضة ايه كيف نحل خلافاتنا لازم نحيي اصحاب الشأن اللي خادوا هذا الامر سواء من صلة او نادي الاهلي في هذا المصار اشتركوا في القناة